زي ما قلت النهاردة في بداية يوم نهارك سعيد ان احنا النهاردة يوم مختلف يوم بنحاول ان احنا نعمل نوع من الترفيه شوية ونبعد شوية عن السياسة واللي بيحصل على السياسة السياسية لكن اكيد مية في المية حنرجع لها تاني وحنشوف ايه الاحداث اللي بتحصل ازا كان حكومة ازا كان الجيش ازا كان ازا كان مستقبل مصر والانتخابات طبعا انما خلينا ناخد زي ما قلنا بريك شوية الفقرة اللي فادت كانت فقرة عن الجيش الامريكي والفرقة اللي كانت موجودة معانا على الهوى ليه طبعا فقرة مهمة جدا الاعلام المصري والاعلام العالمي كله مهتم النهاردة بمقاوية الاديب العالمي الراحي النجيب محفوظ وطبعا ماينفعش ان احنا نهارك سعيد يمر اليوم النهاردة من غير لما نسترجع ذكرياتنا مع الاديب العالمي نجيب محفوظ معايا النهاردة اه اه هو تلميزه وفي نفس الوقت صديق معايا الدكتور زكي سالم صباح خير يا فدل صباح النهارد دكتور حضرتك اقولت لي انك انت تلميزه وصديق ليه حستأذنك مش كتير مننا اه اه يعرف اه الفنان او الاديب العالمي الراحي النجيب محفوظ كانسان تقول لي ايه في كذا جملة كده انسان شديد الجمال كما ان ادبه شديد الجمال فهو شخصية كانسان شديد الجمال ورقي هو الحقيقة نموذج بديع للانسان وانا شخصيا لو لم التقي باستاذي العظيم نجيب محفوظ ما كنتش عرف ما كنتش عرفت ان في هذا المستوى الراقي من البشر موجود في عصرنا الحالي لانه الحقيقة يعني نموذج يجسد مكرم الاخلاق بكل ما فيها تواضع وحكمة ومحبة للبشر والحياة والناس وعطف ورحمة وبالاضافة طبعا لوعي كامل وثقافة وسعة جدا يعني الاستاذ ده جيب الحقيقة يعني احب اقول لشبابنا انه نموذج وقدرة لاي حد يريد النبوغ ويريد الحياة الحقيقية يعني احنا في الفترة الاخيرة الحقيقة كان عندنا مجموعة بداية من الفرعون الكبير اللي تم خلعه الى مجموعة كبيرة جدا من الاسماء كانت في مصر كانت تملأ التليفزيونيات والصحف وكلها ساقطة تماما في المجتمع المصري كان عنده الحقيقة يعني مجموعة من البشر بيحكمونها هي عصابة بمعنى الكلمة بالاضافة الى مجموعة من الرموز الوهمية اللي كان بيقدمها الاعلام باعتبار انها ممثلين عن المجتمع او رموز للمجتمع والحقيقة هذا السقوط للرمز في مجتمعنا لازم نشاور عليه ان لا احنا عندنا رموز حقيقية وعندنا قيم حقي المجتمع المصري اخرج لنا مبدع عالمي عظيم لا مسيدة له وهو الاستاذ نجيب محفوظ فهو هنا قيمة وقدوة للشباب في وقت المجتمع الفاسد ده اللي كانش حد بيتقدم فيه الا من خلال الوسطى والمحسوبية والعلاقة معناه هناك رجل بنى نفسه بنفسه نما موهبته نما ثقافته قدم ابداع حقيقي هذا هو النموذج والقدوة اللي يجب ان نوجه اليها الانظار ويوجه ان نوجه اليها نظر الشباب الدنيا ليست كلها فاسدة وان هناك اشياء عظيمة في مصر وهذه الدولة العظيمة ستحقق شيء كبير مصر بعد الصورة كان الشعب كله يشعر بامل ويشعر بطموح كبير لتحقيق دولة ديمقراطية حضرية لكن في الفترة الحالية اللي بنتكلم فيها الان الحقيقة في حالة شبه احباط عام وهذه الحالة يجب مواجهتها بان مصر هتعود دولة ديمقراطية حقية وان الحكم العسكري الذي قال لنا انه سيخضي معنا ستة اشهر ثم هو مستمر الان ومستمر لمنتصف السنة القادمة 2012 اذا صدق هذا الحكم لابد ان يسلم السلطة لحكومة مدنية ومصر هتبقى دولة حضرية مدنية بس بطالب من الناس جميعا انه ينزلوا في المرحلة التانية والتالتة يضلوا بصوتهم علشان لما حيضلوا بصوتهم حيتكون لنا برلمان يعبر عننا جميع هو ما فيش فايدة احنا يعني حضرتك بسألك على الاديبة على من يجيب حفوظ ما فيش فايدة احنا غزبا عننا كمصريين عندنا هم بلدنا وقد ايه احنا يعني مشغولين بمستقبل بلدنا عندك حق مية في المية لكن حرجع تاني للاديب العالمين يجيب محفوظ واقولك من ضمن الحاجات اللي بتميز وبتقول لي انك انت لازم نركز على الرموز الايجابية ان احنا يجيب محفوظ بيحب بلده قوي جدا ومحنا محتاجين ان احنا نغرز في الشباب حب بلدهم وقد ايه ان هو المفروض ان هو يحافظ على بلده من الغير او يحافظ او يبقى غيران على بلده انها تبقى للاحسن فان انا اجيب محفوظ بداياته الاعمال الادبية كانت الى حد ما تاريخية وفجأة ابتدى يروح نحية الاعمال الواقعية تمام ياريت تشرح للنقل هو اللي كان الاساز مخطط انه يكتب تاريخ مصر باكماله من خلال فن الجواية واصدر تلات اعمال جواية تاريخية عبس الاخدار اللي كان اسمها الاول حكمة خوفو ثم رادو بيس وكفاح طيبة وكانت هناك اربعين رواية مخطط لها الاساز نجيب تأخذ تاريخ مصر باكمله حتى عصرنا الحار ولكنه بعد ما اصدر تلات روايات الفرعونية اتجه بالكتابة مباشرة الى الواقع ليعبر عنه بطريقة مباشرة لان في روايات الفرعونية هي لم تكن فرعونية فقط هي كانت كلها بتشير الى الواقع يعني هو يأخذ اجزاء من التاريخ ولكن عالجها فنيا بطريقة تشير الى مشاكل في الواقع ولكنه بعد التلات روايات دول اكتشف ان من الافضل انه يكتب عن الواقع مباشرة فانتج لنا واقعية نجيب محفوظ الاولى اللي كتبها في التلاتينات والاربعينات هل اسلوبه الواقعي او اللي كان بيتميز به طبعا هل ده من ضمن الحاجات اللي خلت يبقى اعماله الادبية تتحول الى اعمال تلفزيونية او اعمال سينمائية شجعت على ده الحقيقة العلاقة بين الاستاذ نجيب والسينما علاقة يعني عشان حق ذكرت كلمة السينما علاقة يعني مسيرة جدا وبهذه المناسبة هناك اصدار فيه دورية تدعى تسمى نجيب محفوظ دورية نجيب محفوظ بتصدر من مجلس اعلى للثقافة العدد الذي يصدر اليوم سيصدر بعنوان نجيب محفوظ والسينما فالحقيقة فيه علاقة قوية جدا بين نجيب محفوظ والسينما وفن السينما هو اولا من محبي فن السينما وهو شارج بفن السينما ككاتب قصة وكسيناريست فمجموعة من اجمل افلام المصرية في تاريخ السينما المصرية نجيب محفوظ مشارك فيها لو لم يكن من خلال قصته فمن خلال السيناريو ولم يكن بالسيناريو فمن خلال تصديح السيناريو يعني الاستاذ كانوا فيه بعض اصدقاء المخرجين كانوا يقدمون له السيناريوهات قبل ما يتعمل الفيلم حتى لو مشهور لكاتبه وكان الاستاذ يعيد تنظيم السيناريو وهو يمتلك قدرة مهولة في خلق المواقف الدرامية فكتير من افضل افلامنا ولما كنا بنحتفل بمئة سنة سينما وتم تحديد مئة فيلم تباين ان 18 فيلم منهم مكتوب عليهم اسم نجيب محفوظ وانا متأكد ان في افلام اخرى ايضا نجيب محفوظ مشارك فيها دون ان يكتب اسمه عليها فعلاقته بالسينما هي علاقة قديمة جدا لانه هو كمان منه هو طفل صغير من المفارقة يعني وهو طفل صغير في الجمالية كانت فتحت اول دار سينما في القاهرة فتحت فيه جنب بجوار بيته فمنه هو طفل صغير بدأ يساعد السينما وذلك هو عنده كمشاهد بقى للسينما منه هو طفل علاقة جميلة جدا مع السينما من بدايات السينما الصمتة فيعني جاءت مفارقة انه كطفل ثم بعد كده فطوال حياته كان محب جدا للسينما ومتبعتها ثم اعماله الادبية كان طبيعي انه يستفيد بها السينما وان كانت السينما تأخرت برضو دي معلومة تاريخية مهمة السينما المصرية تأخرت كثيرا في اللجوء الى نجيب محفوظ يعني بعد مدة طويلة جدا يعني اول سلم اول فيلم اشترك فيه لأستاذ نجيب محفوظ كان اسمه عنتر وعابلة هذا فيلم لم يكتبه نجيب يعني لم يكتب القص كان لسه ما كانوش يعني لحد ما جيه لأستاذ صراحة بصيف وكان معجب بأدب وقرأ بعض رواياته وبدأ فكرة النقل لكن هو يعني السينما المصرية تأخرت في الاعتماد على أدب نجيب محفوظ وهنا حاجة كمان لازال بعض أعمال نجيب محفوظ حتى الآن لم تقدم في السينما وانا شايف انها كنز كنز لكل من يستطيع ان يتناولها بما يريق بأدب نجيب محفوظ لان الحقيقة أدبه يبقى معانا حتى اللحظة الحقانية الاديب العالمي نجيب محفوظ عاشر ثورت تسعتاشر وثورت اتنين وخمسين ومعاشرش ثورت خمسة وعشرين 나가ير لو لو قلنا هو تأثر بايه في ثورت سعة عشر تأثر بايه في ثورت اتنين وخمسين ولو كان عايش وستنا كان ممكن يتأثر بشكل عامل ازاي في ثورت خمسة وعشرين لاي بالنسبة لثورة تسعتاشر الاستاذ نجيب محفوظ كان ساعتها عمره حوالي سبع سنوات لأنه هو مولود أخر 11 و19 فهو كان سبع سنوات وكسور أبك لم يتم 8 سنوات فشاهد هو كان يسكن في ميدان بيت الآضي في الجمالية فشاهد أحداث الصورة من شباك منزله يعني تابع أحداث الصورة من شباك منزله ووعيه كله ترتب على هذه الصورة في عمل البديع أصداء السيرة الزاتية أول جملة في هذا العمل بيقول أدعو للصورة وأنا دون السابعة يعني فكرة الصورة فكرة أن يخرج الشعب يطالب بحقوقه فكرة بقت بالنسبة له شديدة الروعة والرمزية عندما يهب الشعب ليطالب بحقوقه والأساز في خلال عمل عظيم زي السلاسية في تكسيد للصورة 19 بتفاصيل كثيرة جدا لأن أحد الأبطال اللي هو فاهمي اللي هو ابن السيد أحمد عبد الجواد هو كان أحد الشباب المشاركين في صورة 19 فالأستاذ نجيب خلت صورة 19 ثم كان دائما ما يشير إليها سواء في أعماله الأدبية أو حتى في مقالاته المباشرة أما بالنسبة لـ 52 فهي الحقيقة حضرتك استعملت كلمة صورة وكثير ما تستعمل وسائل إعلام كلمة صورة لأنهم استعملوها من ساعتها هذه ليست صورة 52 كان انقلاب عسكري انقلاب عسكري قام بمجموعة من الزباط وهذا الانقلاب كان لا يجب أن يطلق عليه كلمة صورة من وقتها حتى الآن وهذا من الأخطاء لكن الأستاذ نجيب طبعا تعامل مع 52 مع انقلاب 52 وكتب عنه وهو كان يارى لكن اللي أنا عرفه وقريته عن الأديب العالمي نجيب محفوظ أنه هو كان في فترة 52 توقف عن الكتابة فترة صحيح واللي أنا عرفه أن في الفترة دي هو اتجوز صحيح وبرضو معلومة كمان ثالثة أنه هو خبه على ناس كتيرة جدا أنه هو اتجوز في الفترة اللي كان متوقف فيها عن الكتابة لا في جانب قصري كده حنتجه له لأنه مروش معنا أنه احنا تنقشوا للناس لكن الجزء اللي هم الناس أقول الحقيقة عليه أنه هو بعد قبل ما تبدأ انقلاب يوليو كان الأستاذ نجيب خلص كتابة السلسية اللي أخدت منه خمس سنوات من العمل الشاق طبعا لإصدار هذا العمل البديا فكان هو بينهي أنهى السلسية وقامت حصل الانقلاب طبعا بعد ما الكاتب مبدع يستغرق منه خمس سنوات من العمل الجاد والشاق عشان ينتج هذا العمل كان لابد من فترة من رجاح ده هذا من جانبه من جانب آخر كان المجتمع المصري من بعد انقلاب 52 ينقلب المجتمع بينقلب كله فهذا الانقلاب اللي حصل في المجتمع كان لابد من مفكر وأديب مثل نجيب محفوظ أنه يتابع هذا الانقلاب ما يحدث في المجتمع لكي يعبر عنه لأنه كان ينقض المجتمع القديم ولا يمكن كان بعد 52 يهاجم مثلا نظام البشوات والإقطاعية أو نظام الفساد قبل 52 هذا ما أدى إلى توقف من 52 ل57 سنة 57 عادت الرغبة للأستاذ نجيب لأنه في الفترة دي كان يظن أنه قد لا يكتب أدم مرة أخرى وبدأ يشتغل سيناريو وسجل نفسه كسيناريست والتصور أنه قد لا يكتب أدم مرة أخرى ولكن في سنة 57 بعدما شاف المجتمع وشاف ما يحدث فيه وقدر يدرسه ويفهمه ويفهم التنقل كتب عمل من أعظم أعماله وهو أولاد حارتنا كتبوا سنة 57 ونشر مسلسلا في الأهرام سنة 59 ونشر كاملا نعم